اشتركوا في القناة التنظيم الدموي ابرز الامور التي نقشت بين وزير الدفاع العراقي والجانب الاردني الذي ابدى دعمه الكامل من خلال موقف العاهل الاردني بفتح مستودعات القوات المسلحة الاردنية امام القوات العسكرية العراقية لاجل دحر الدواعش من العراق وعلى لسان جلالة الملك بان لديه الاستعداد الكامل لمساعدة العراق والمشاركة حقيقة مع العراق في محاربة داعش من اجل الخلاص من هذا الارهاق في المنطقة ذكرنا جلالة الملك بان ابواب المستودعات الاردنية مفتوحة امام العراقيين وسيعطون كل ما متوفر لديهم وفي حال عدم توفره سيجلبون لنا من دول اخرى من الممكن وليس هذا الامر فحسب وانما اولى دفعات المتدربين من الجيش العراقي ستصل غضون الاسابيع المقبلة الى عمان لغرض التدريب والتطوير مستوى التدريب ايضا كذلك يعني حقيقة كافة قدرات الجيش الاردني بمختلف الاختصاصات والمستويات ستكون تحت امرة الجيش العراقي وكان لنا اجتماع موسع صباح اليوم مع رئاسة الاركان وتم الاتفاق على العديد من الامور واعتقد سيكون لها اثر ايجابي جدا على مستوى ادارة العمليات في العراق واكد وزير الدفاع العراقي ان هناك تطور كبير في مسار العمليات العسكرية التي اجبرت الدواعش على الانكسار والهروب من ساحات القتال والايام المقبلة سيعلن العراق الانتصار الكامل على هذا التنظيم الارهابي اذا دخلت اتفاقية التعاون الامني بين العراقي والاردن حيث التنفيذ وهذا مؤشر ايجابي لعمق العلاقات بين البلدين للعراقية نيوز جليل باني عمان اشتركوا في القناة